موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأرحب بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج إضاءات اليوم نناقش وطنيا مآل الحوار الاجتماعي بين حكومة سعد الدين العثماني والمركزيات النقابية فقد حل عيد العمال ولم يحل معه التوافق بين الحكومة والنقابات فالأخيرة رفضت العرض الحكومي واعتبرته مخيبا للأمال بعد سنوات عجف وفي الوقت الذي رأت فيه الحكومة أن عرضها مهم رأت النقابات بالمقابل أن زيادة 300 درهم شهريا صافية هي زيادة هزيلة لأنها مجزعة على مدى ثلاث سنوات أي 100 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير من العام 2019 وتمييزية لأنها تهم الموظفين المرتبين ما بين السلم السادس والعاشر وتستثني باقي السلاليم وفي الملف الدولين واصلوا في هذه الحلقة نقاشا بدأناه في الحلقة الماضية عن السلام في شبه الجزيرة الكورية ففي لحظة عبور تاريخية التقى زعيم كوريا الشمالية كين جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جي إن لاجتياز الحدود إلى الشمال لفترة وجزة قبل أن يعود مرة أخرى إلى الجنوب في المنطقة منزوعة السلاح حيث جرت أول قمة للكوريتين منذ سنوات اللقاء التاريخي تلاه إعلان بيونغ يانغ عن إغلاق موقعها للتجارب النووية بحر شهر ماي الجاري تمهيدا لقمة تاريخية أخرى ستجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كين جونغ أون فيما يحصل اليوم تحصل كتابة جديدة لتاريخ الكوريتين بقلم أمريكي ومداد صيني فمرحبا بكم في هذا النقاش الذي دعونا إليه اليوم كل من الإعلامي محتات الرقاص مدير نشر صحيفتي البيان وبيان اليوم مرحبا بك أستاذ محتات شكرا على قبول الدعوة شكرا لك كما جددنا الدعوة للأستاذ الحسن الأسيبي إعلامي بصحيفة الاتحاد الاشتراكي فشكرا على قبول الدعوة مرة أخرى شكرا سينا بيال مرحبا إذن نبدأ بالمحور الأول المتعلق بالحوار الاجتماعي اليوم يحتفل العمال في العالم بعيدهم الأممي في المغرب كان يتوقع أن تكون هناك بعض الهدايا بنجاح الحوار الاجتماعي ما بين النقابات وما بين الحكومة لكن يأتي العيد دون هدايا هذه السنة أستاذ محتة الرقاص هل هو فشل للحكومة أم للمركزية النقابية أعتقد أولا بداية بهذه المناسبة استحق للطبق العاملة منها التحية والتهنئة في عيدها للكوني هذا طبق العاملة المغربية وأيضا عموم الأجراء في العالم أعتقد أن الحوار الاجتماعي أو تعثر الاتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة تعثر في حد ذاته هو فشل طبيعي وهو فشل ليس لهذا الطرف وحده دون الطرف الآخر ولكن هو فشل للحظتنا الإصلاحية الوطنية الجماعية كلنا لأن أولا الأمر يتعلق بحقوق ومكتسبات الجميع يتفق أن البلاد تعيش نوع من القلق في أوصات اجتماعية كثيرة نوع من ضعف تفاؤل بالنسبة للمستقبل تعيش أيضا احتقان في مجالات متعددة هناك احتجاجات اجتماعية في مناطق هناك مطالب وتطلعات اجتماعية وحقوقية وتنموية اليوم عندما يتم العجز عن تلبية هذه المطالب فطبعا هذا ما يمكن يكون إلا فشل للحظتنا الإصلاحية ولمسارنا لأن اليوم خص مبادرة جريئة وشجاعة لتحسين ظروف عيش الناس لتحسين ظروف عيش منتجي التروى الحقيقيين اليوم الأجراء والموظفين وفئات واسعة من شعبنا يمكن أن يرجعوا لتفاصيل هذا الموضوع ولكن مؤسف أن هذه اللحظة لم تصل إلى اتفاق ولكن هي الأمل مستمر دائما لنمشي بضرورة في فاتح ماي فقط ولكن الأساسي اليوم يجب نهوض بأوضاع فئات اجتماعية واسعة من شعبنا وخص تكون الإرادة سياسية قوية ومبادرة شجاعة في هذا شيء لأن هذا شيء لا يوجد علاقة فقط بزيادة في الأجور لكي نقش في أرقام لأنه لمشينا بهذا النقاش هناك إصلاحات حقيقية قد تكون لها أثار من الموسى لا تتطلب كل فهمانية اليوم خص مبادرة شجاعة لتحقيق إصلاح حقيقي في الدرائب في منظومة التعويض والأجور مثلا وهذا شيء عندهم عكس لأن الهدف في نهاية المطاف وتحقيق كرام الناس والعدالة الاجتماعية هو حد من الفوارق اللي بدأت كتبان بشكل صارح في بلادنا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى المجالي هذا شيء ما يمكن نكره أي واحد ما فيهش حسابات فيه أن البلاد تعيش قلاق تعيش احتقان في عدد من الجهات تعيش خسنا نخرج من هذا المتنفس هذا شيء أولا حقوق مشروع على الناس لأن فاتح مي ما شيء عيد فقط وعطلة هذا فاتح مي هو واحد دكرة نضالية يرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للناس وأيضا هذه المنتجين هذه التروى وهالطبقة العاملة هي جزء أساسي من تعبئة الوطنية لمواجهة تحديات المتروحة على بلادنا أستاذ لاسيبي هل وقع التعثر لأن صقف النقابات كان مرتفعا أم لأن صقف الحكومة كان منخفضا في نظرك لم تكن لديها الجرأة أنا أعتقد أنه ربما كان عطب في مكان آخر وهو ربما في الدكاء السياسي لتدبير المرحلة مغربيا فيما يرتبط بالشق الاجتماعي للأسف ما يجب أن ننتبه إليه هو أنه المغرب أو المغاربة نحن المغاربة في حاجة إلى أن تستعيد مؤسساتنا دورها وأن تستعيد مؤسساتنا مصالحتها مع رجل الشارع المغربي مع الرأي العام المغربي أحيانا أخشى كما لو أنه الكين واحد لديكالاج كين واحتفاوت بين ما يقع في المجتمع وبين ما تقوم به ما هو انفروض أن تقوم به المؤسسات الوسيطة أنا أعتقد أنه الحوار الاجتماعي وهذا سبق قلناه في نفس البلاتو منذ أسابيع من كان يتوهم أو يعتقد على أنه سيأتي بنتائج قلنا في البداية أنه لن يأتي بنتائج كبيرة لأن الصقف أو الهامش في التحرك بالنسبة للجهة التي لها الإمكانية لتقديم أو التجاوب مع مطالب أو انتظارات للطبقة العمالية المغربية ومع رجل الشارع المغربي الإمكانيتها محدودة جدا حدودة جدا لاعتبارات يطول شرحها فيها ما هو وطني فيها ما هو تراكم أخطاء تدبيرية في الحكومة السابقة التي كان فيها غياب الحوار الاجتماعي أو تعطيل الحوار الاجتماعي هناك الباب المسدود فيها مصالحة أكثر مع البطرونة على حساب الطبقة العاملة فيها تمرير لمشاريع وقرارات غير شعبية أساءت للقدرة الشرائية المواطن المغربي وأساءت لمكتسبات حقوق كانت عنده فيما يرتبطوا بالتقاعد فيما يرتبطوا بالدعم المواد الغذائية بخصوص صندوق المقاصة وإلى آخره فبالتالي الحكومة الجديدة رغم أنها استمرار من ناحية السياسية للحكومة السابقة الحكومة الجديدة جاءت مطوقة بإرث غير مساعد المشكل فيما أتصور أنه اليوم هناك فعلا بداية تراكم أو نتائج تراكم لأزمة اجتماعية في المغرب خلال على الأقل على الأقل منذ سنة منذ 2009 فبالتالي هناك واحد تراكم لكي يخلي إلى أنه ردود الفعل تقع الآن خارج المؤسسات الحراك ما يسمى بالحراك الاجتماعي في الشمال في الريف في جرادة في مناطق أخرى الظاهرة الآن الجديدة التي خرجت ليخلقها وصائد التواصل الاجتماعي أساسا فيسبوك التي هي ما يسمى بالمقاطعة والتي للأسف تستطيع سياسيا لأنه تتحليل هذا المعطاء فيه نوع من عدم الجرأة صراحة هناك عدم جرأة لتحليل هذا المعطاء لأنه كيف أنه الفكرة المقاطعة مهما كانت هي مدنية من ناحية المدنية هي جيدة كتعبر على واحد النج عند المجتمع ولكن لماذا استهداف منتوج دون باقي المنتوجات أخرى المشابهة فبتالي هنا تيبني أنه هو تأويل سياسي أو توظيف سياسي ضمن شيء أفرزته أزمة الاجتماعية فالسبب دياله هو غياب هذه الرؤية السياسية التي قلت في البداية المؤطرة التي تحكم أي توجه تفاوضي بين المؤسسة التنفيذية أي الحكومة وبين الشركاء الاجتماعيين اللي هم النقابات والباترونة فأنا أعتقد لأنه كين مازال واحد العنوان دي العطب واضح لكي خلي لأن الفاعل السياسي مازال ربما لم يصل إلى مستوى إدراك حجم المخاطر التي تتهددنا وهي مخاطر جدية فيما أتصور بالخصوص حين نرى هذه الانحرافات أنا أسميها انحرافات صراحة هذه الانحرافات التي تقع على مستوى ردود الفاعل الاجتماعية لأنها غير مؤطرة برؤية والتي توظف لتصفية حسابات سياسية وتصفية حسابات سياسية لا يجب أن تتم إطلاقا على حساب المصلحة العامة للمغرب سواء سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا لأنه اقتصاديا هناك خطار للاختراقات من دول خارجية وأمنيا لأنها ستسبب في تعطيل أو خلق جوم الاحتقان سيسيء الاقتصاد الوطني وسيسيء حتى إلى قضايا متعددة نواجهها مغربيا لفيها ملف الصحراء اللي فيها حتى الحرب ديال استضافة كأس العالم اللي فيها المشاكل الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي اللي فيها بزاف ديال الأشياء فبالتالي الأمر يجب أن يرتقي الفاعل السياسي والفاعل النقابي والباترونة إلى المستوى ديال تحمل المسؤولية بما يخدم المصلحة الوطنية العامة ديال المغاربة سواصل معكم النقاش لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير حول المورو الذي أده الزميل أسامة عكراوي يحل فاتح ماي هذه السنة دون أن تتحقق الوعود التي سبق أن أطلقتها حكومة سعدين العثماني للمركزيات النقابية قبل عيد العمال حل العيد الأممي هذه السنة دون هدايا العرض الحكومي لم يكن مقنعا بالنسبة للمركزيات النقابية والتكلفة المالية لهذا العرض تصل إلى حوالي 6 ملايير درهم وتتضمن عددا من الإجراءات منها الزيادة في الأجور على مدى ثلاث سنوات أي 100 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2019 بالنسبة للموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك تبلغ قيمتها 300 درهم إجراء تناهز كلفته المالية حوالي 4 ملايير درهم سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف ضمنها 120 ألف على مستوى الجماعات الترابية ووعد رئيس الحكومة برفع التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل مقارنة بما هو معمول به حاليا إن سيستفيد منها 387 ألف وستمائة وستة وعشرون موظف علاوة على الزيادة في المنحة عن ازدياد المولود لتصل قيمتها إلى ألف درهم وتحمل الدولة الجزئي لنفقات الأبناء في حدود ثلاثة أبناء رغم أنه لم يتم الاتفاق بخصوص قيمة التحمل بعدما اخترح رئيس الحكومة ثلاث سيناريوهات تهم 200 درهم و300 درهم و400 درهم عن كل ابن بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهم إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وتنزيل تعويض عن العمل في المناطق النائية وغيرها من الإجراءات المراقبون للمشهد النقابي والاجتماعي بالمغرب رسموا صورة قاتمة للحوار الاجتماعي الذي ساده الترقب الطويل العرض الأخير لرئيس الحكومة جاء مخيبا للآمال تقول المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ويشكل استفزازا للطبقة العاملة المغربية دن أستاذ محتر ترقاس هناك مجموعة من الأفكار المهمة التي طرحها لأستاذ الحسن سيبي قبل التقرير خصوصا أنه في ضل تطور وسائل التواصل الاجتماعي هناك أسليب أخرى للتعبير ربما الهجارة الاجتماعية في المغرب ألا تلاحظ بأن الحوار الاجتماعي ما زال يضار بنفس أسلوب الأسلوب التقليدي لـ 8 و 9 نيات القرن الماضي صحيح أولا الحوار الاجتماعي طال الزمان خص يوصل أنه يتمأسس وخص يقول لي منتظيم يعني يقول لي كمنظومة منظومة تتمشي بشكل اعتيادي وعادي ما يبقى خضع المناسبات ويتعطر ويوقف ويتبلوك لسنوات ورجعوا لأن المشاكل تتراكم وبالتالي الوضعيات تتعقد الفكرة الثانية هو النقابات اليوم هذا مظاهر القلاق اللي كان أضروح لها اليوم في المجتمع وهذا مظاهر لها الاحتقان وهذا مظاهر لها الاحتقان وإحنا كنت سألو على فضاءات بدأ يضعفوا فيها التأطير المنظم والممأساس لا يجب أن نسمح أيضا بإضعاف النقابات أكثر مما هي عليه خصوص النقابات الأكثر نصداقية وجدية والنقابات هي ليست أحزاب النقابات مرتبطة بمكاسب وبأشياء ملموسة يجب أن تقدمها لمنتسبيها يعني الفاعل السياسي والفاعل الحكومي يجب أن يدرك ضرورة منح شيء ما ملموس للنقابات لتحافظ على جاذبيتها وعلى مبرر وجودها أصلا أصلا أما أن نترك النقابات هكذا بدون تقديم مكتسبات وبدون أن يحس المعنيون بالأمر أن هناك سير إلى الأمام على مستوى تلبيت حقوقهم الاجتماعية فهذا أيضا يضعنا أمام فوهة الخطر ثالثا اليوم الجميع يتحدث عن ضرورة سياغة نموذج تنموي جديد في البلاد هذا النموذج تنموي لنجاحه يجب أن يكون الأجراء وتحقيق العدالة الاجتماعية في عمقه وفي قلبه لأن النموذج التنموي ليس هو التوازنات المالية الكبرى برغم أهميتها ولكن هي التوازنات الاجتماعية هي التوازنات المجالية اليوم الفكرة التي أشار إليها الزميل الحسن الآن تعدد مظاهر الاحتقان وأشكال جديدة للاحتجاج لا يمكن أن نمنعها اليوم الأشكال عبر وصائل التواصل الاجتماعي هي معروفة بامتدادها بأفقيتها بسرعة زمنيتها خارج زمن النظال الذي تعود عليه كثير من طبقتنا السياسية أعتقد أن الرد هو في التفاعل معها وليس في شتمها أو في شتم اليوم من يحتجون من يحتجون الناس أولا يجب أن نتفق أن بمناسبة فاتح مين كين وضعية اجتماعية صعبة في البلاد كين غلاء كين في البلاد كين احتقان كين مظاهر قلق لهذا في الحاجة إلى سياسة اجتماعية هل نحقق هذه الإصلاحات عبر الحوار الاجتماعي ضروري عبر سياسات حكومية وبرامج حكومية قطاعية ضروري ولكن أيضا عبر منظومة تنموية متكاملة عاهل هذه البلاد دعا إلى سياغة نموذج تنموي جديد فهذا التنموي الجديد يجب أولا أن يتم بإشراك الجميع في منظور شمولي ومن خلالي أعتقد في نظري قاعدة مركزية هي التفكير في ثلاثية ثلاثية الاجتماعي الاقتصادي والسياسي البلاد في حاجة إلى نفس جديد وإلى دينامية جديدة طيب أستاذ الحسن سي بي هناك دور أكيد ومؤكد لالتحاد العام مقاولة بالمغرب أو للباترونة في المرحلة التي شهدت تعطر ما هو الضور الذي لعبه علما بأن الاتحاد العام مقاولة بالمغرب يعيش فترة انتقالية وتحضير لانتخابات مصيرية بطبيعة الحال لنكون دقيق ونجوبك بسرعة لسؤالك ونريد إلى الأشياء أخرى الباترونة إذا نتبهنا هم الجهة الوحيدة التي بقيت صامتة لم تقدم أي جهاد في الحوار الاجتماعي صراحة كما لو أن بقي الأمر محصورا بين الحكومة كجهاز تنفيدي ربما هذا يعود إلى ماذا ونكمل ما تفضل فيه السمحتات كيعود إلى ما هو المشروع التنمية التي بغيناها في المغرب وما هو اي ook المشروع المجتماعي التي بغيناها في المغرب وفي الاستتباع أين هو المشروع لالحوار الاجتماعي التي بغيناها في هذه البلاد أنا أنا أعتقد لأنه على الأقل كان لسهGame المراجع أمامنا ونحن لأسف كانت تبعول واحد فيها تنصدامية تاريخيا. وهذا عنده أسبابه. عنده أسبابه التاريخية. ميلاد الفكر الشراكي. مونت جون جوريس. والدور دي. المصر التاريخي الخاص بفرنسا. فبتالي احنا تأثرنا كثيرا بهذا السياق. هناك نماذج أخرى. النموذج الإنجليزي. هناك النموذج الألماني. أنا دائما أنتصير للنموذج الألماني. لأنه يتأسس على ماذا؟ يتأسس على مبدأ الشراكة. ومعنى أنه يتأسس على مبدأ الشراكة. كي يكون كيف مجل تسلي محتاجة. عندهم أنتابلو دبوغ. واضح استراتيجية الاشتغال. ليس آنيا. هي استراتيجية الاشتغال على مدى أهداف مضبوطة. هناك ما هو استعجالي. هناك ما هو المدى المتوسط. ولكن هناك وضوح في الرؤية. كان وحده طابلو دبوغ. عارف الناس في الغادين. هنا المشكلة الكبيرة التي لدينا في المغرب. أنه للحكومات عندها أنتابلو دبوغ. في مرتبط بالحوار الاجتماعي. لحتى النقابات ما عندها أنتابلو دبوغ. لأنه هناك مشكلة كبيرة. أننا في المغرب والتعدد النقابي. والتعدد النقابي هو يسيء للفعل النقابي. يجب أن يكون هناك تنصيق كبير. لبلورة رؤية نقابية. هذا الأسف مسؤولية تقع على الجسم النقابي. ويجب أن نكون صراحة في مخاطبة الجسم النقابي. لجسم النقابي. الجدي الوطني. اللي عنده شرعية وعنده مصداقية. طبيعي الحال. وحتى الباترونة نفسها يجب أن تتحول إلى باترونة وطنية. عندها رؤية ذات أفق استراتيجي. لتنمية الاقتصاد الوطني المغربي. بما يعزز من الحماية ديال هذا. المعنى الحماية ليس لنغلاق. لا. هو تعطيه واحد المناعة اللي كتسهليه الاقتصاد الوطني. يكون جزء من المنظومة ديال السوق العالمية. فبالتالي غياب هذه الرؤية هو اللي ربما تخلق هذه الأزمة ديال العطب في العمل ديال هذه المؤسسات الثلاثة. أو الحوار الاجتماعي. والتي تخليه بان كما لو أنه غير منتج. غير منتج لماذا؟ غير منتج لا للأفكار. غير منتج لا للرؤى. وغير منتج حتى على المستوى النتائج الملموسة. والتي تخليه في نهاية المطاف. وهذا هو ما يقلقوني. وهذا هو ما يخيفوني. ودائما كان أكدا على هذه المسألة. تخليه تولي في واحد المسافة على المجتمع وعلى انتظارات المجتمع وعلى الحركية للمجتمع. المجتمع كما لو أنه الآن يصنع حركية باستقلالية على هذا المنظومة. ولا يجب أن يكون هذا الأمر. لا يجب أن يكون خاصة الفنوة. يخصة نسج العلاقة بين مطالب وانتظارات رجل الشارع المغربي. اللي هي مطالب مشروعة وحقيقية. ليس شيء. هي مطالب ملحة جدا. وبين من يدبر الكناليزازيون ذلك التأطير ذلك المطالب للوصول إلى نتائج تكون في نهاية المطالب في خدمة المغرب والمغاربة بمعنى المصلحة الوطنية. لأنه التحديات التي نواجهها تحديات كبيرة جدا. والمخاطر التي نواجهها هي مخاطر جدية وكبيرة جدا. فبالتالي أنا أعتقد خاصنا نوصله في المغرب ربما خاص وحد الندوة وطنية. ربما. نفكره جماعيا كيفاش خاصنا نبلوره واحد المنهجية ديال الاشتغال جديدة في الحوار الاجتماعي. ثم هذا الحوار الاجتماعي واش بالضرورة خاصنا نقول دائما نقلده جربة فرنسية. أو اللي خاصنا نجتهدو نبلوره ولما لا خلق تجربة مغربية خاصة. هذا ولا قصة بالجتهد. نجتهدو نخلقه صوتنا المغربين في مازال اللي ربما ممكن نطعمه بين هذه التجارب كلها الثلاثة سواء الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية. الدور نوضف آليات التواصل الجديدة بالدليل أنه اليوم حتى الباترونة بان في هذه الأزمة التي كنا الآن ما يسمى بالمقاطعة بان لأنه المؤسسات هذه الكومينيكاسي والتواصل فاشلة. ما قدرتش تقدم جواب للرأي العام المغربي أو تشرح فعلا للرأي العام المغربي ما حقيقة ما يجري أو شنو الأجوبة المطمئنة للرأي العام المغربي هذا رحب تطرح سؤال كبير على هناك فعلا مشكل كبير للتواصل في المغرب فبالتالي رأيي ربما وصلنا للمرحلة لخصنا شكل من اللقاء نسميه ندوة وطنية نسميه ما شئنا نسميه ما شئنا من تسميات اللي خص جميع يجلس ويجلس ويطرح السؤال حول فين احنا شنو إمكانياتنا وفين خصنا نوصله وكيفاش خصنا نوصله أنا رأيي هذا وصلنا ليه في المغرب علاج لأن لنصالح الرأي العام المغربي مع واقعه ومع انتظاراته ومع مطامحه سأطرح سؤال مباشر وأريد جواب مقتضب المشروع قانون الإدراب الموضوع حاليا سيشرع البرلمان في مناقشته من بين ما جاء في العرض الحكومي هو إمكانية تفتح مشاورات مع المركزيات النقابية حول هذا المشروع الذي سيستفيد منه الباترون أكثر ما سيستفيد منه العمال والطبقة العاملة في نظرك هذا نوع من التنازل من طرف الحكومة لدى النقابات أعتقد هو في نهاية المطاف هو واحد من المطالب التي كانت تعبر عليها وحاجة قانونية يمكن عند الأطراف كلها ولكن اليوم نطلق حوار حقيقي وفعال أنا أتمنى أن الحكومة مناسبة فاتح مي أن تعلن رزنامة لهذا الحوار مباشرة فاتح مي ثانيا أعتقد أن مؤسسة أخرى أكثر أهمية يجب أن تكون حاضنة لكل هذا النقاش الوطني هي البرلمان ماذا لو لم يتعرض لجنة الاستطلاع حول أسعار المحروقات للمآل الذي تعرض إليه هل كلنا سنعيش النقاش اليوم الفيسبوكي الذي كان ماذا لأن هذا النقاش الغير المؤطر المجلسة البستورية أنا جيل مجلس المنافسة هذا النقاش لفضاءات الافتراضية ليس بالضرورة يقود البلاد نحو مراكمة الإصلاحات قد يقود نحو العكس تماما وهذا هو التخوف العكس هذا هو المشكل ثانيا الفكرة الثانية باختصار الطرف الآخر اليوم هو الباترونا هذا النقاش الذي كان نقش لا يعني بأن هذا الشخص الحكومات تنقش مع النقابات البلاد المطالب فقط البلاد أيضا محتاجة لتمتيل الاستثمار لخلق أجواء الثقة لتقوية النسيج المقاولات الوطني هذا ما لكي حضروا الشغل اللي كيحققوا الشغل وكيحققوا تنمية يعني ماشي هذا الصراع الحدي بين الأطراف ونقابات اليوم نفت ما يجب أنه سجل أيضا شارس الحسن لتعدد المبالغ في أحيانا اللي قد يبدو ولكن أيضا رغم هذا التعدد وكل شيء مستويات التنقيب ضعيفة في المغرب مستويات التنقيب في أوساط الشباب العامل ضعيفة في أوساط النساء ضعيفة في أوساط مهن جديدة في الاقتصاد الوطني شحال الناس منقبين في المهن الأفشورين والمهن المالية والمهن البورصة والأبناء نحن في حاجة لتمتيل أيضا نقاباتنا ومركزيات والذي يمكن أن يكون الحوار من أجله مناسبة لتفعيل هذا النقاش الوطني ومن أجل توصل إلى توافق وتجاوز مرحلة الصراع والاحتقان والذي نموذج في تجاوز الاحتقان والصراع وهو نموذج الكوريتين الذي سنناقشه بعد قليل لكن مشاهدينا بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام أهلا بكم وأرحب بكم في هذا المحور الثاني من هذه الحلقة من برنامج إضاءة والتي نواصل فيها النقاش الذي كنا قد بدأناه في حلقة ماضية عن السلام في شبه الجزيرة الكورية وفي لحظة عبور تاريخية التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ورئيس كوريا الجنوبية منجئين لاجتياز الحدود إلى الشمال لفترة وجهزة قبل أن يعود مرة أخرى إلى الجنوب في المنطقة منزوعة السلح حيث وجرت أول قمة للكوريتين منذ سنوات اللقاء التاريخي تلاه إعلان بيونج يانج عن إغلاق موقعات التجارب النووية بحر شهر ماي الجاري تمهيدا لقمة تاريخية أخرى ستجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون فيما يحصل اليوم هو كتابة جديدة لتاريخ الكوريتين بقلم أمريكي ومداد صيني وأذكر أننا وجهنا الدعوة في هذه الحلقة لكل من محتاة الرقاص مدير نشر صحيفتي البيان وبيا اليوم أجدد ترحيبك أهلا وسلم ووجهنا الدعوة أيضا للحسن العسيبي أعلامي بصحيفات الاتحاد الاشتراكي أجدد أيضا ترحيبك أهلا وسلم إذن نبدأ نقاشا ساخدا حول التوافق والمصالحة التاريخية ما بين الكوريتين أستاذ العسيبي هل هي كتابة جديدة كما قلت في المقدمة لتاريخ الكوريتين بقلم أمريكي ومداد صيني في نظرك أنا كنت أعتقد هذا الملف هو واحد من العنوين على أن البشرية فعلا دخلت إلى القلب 21 بحيث اللقاء في حد ذاته تيعكس على أنه هناك دكاء سياسي وهناك حسن قراءة للتحولات العالمية وأن الملف في الكوري الآن هو في طريقه إلى الحل بما يخدم مصالح كل أطراف المتعالقة بهذا الملف إلى أنتبه هنا شوية الأخ نبيل إلى اللقاء في حد ذاته كيفما تفضلت في التقرير في تقديم تم بالرمزية دي الأرض الدخول والخروج دخول الرئيس دي الكوريا الجنوبية إلى جزء من الأراضي الشمالية والتحية والسلام ويدخلوا بجوج متعانقين إلى الكوريا الجنوبية في منطقة من زعاد السلاح ثم يجب أن ننتبه أن الرئيس دي الكوريا الجنوبية بربطة عنق زرقاء اللي هي العلامة دي العلامة الكوريا الموحدة اللي هو العلامة القديمة يجب أن ننتبه كذلك الطاولة دي المفاوضات اللي هي وحدة طاولة دائرية فيها 2180 مليمترات عندها رمزيتها يجب أن ننتبه كذلك على أنها تمت بقرار دي التوقيف الأبحاث النووية وإغلاق المفاعل النووي ودعوة الإعلام والمسؤولين الأمريكيين والخبراء أمريكيين واليابانيين والدوليين لحضور هذا القرار ثم توقيف التزامنة حتى مع توقيف المناورات العسكرية الأمريكية مع كوريا الجنوبية بمعنى هذا كله عناصر إيجابية لكن يجب أن ننتبه إلى أمر أن ما يقع اليوم في كوريا هو مشروع لتوحيد كوريتين هذا قادم لكن هذه الكوريا ستكون كوريا جديدة كوريا الجديدة ما هي مميزاتها في رأيي بجنوبها القوي اقتصاديا جدا وبشمالها القوي عسكريا من يعتقد على أن كوريا الشمالية لا تملك السلاح النووي كوريا الشمالية تملك السلاح النووي وأنهت التجارب وأنهت التجارب وعمليا أصبحت دولة نووية فبالتالي قوة اقتصادية مع قوة عسكرية سيخلق ورقة جديدة في المنطقة والتفاوض الآن التحالف الجديد اليوم هو بين هذه الكوريا الجديدة ورئيس كوريا الشمالية قال جملة على أنه نحن في أفق الوحدة ومعنى أفق الوحدة ليس بمعنى انتصار الشمال على الجنوب أو الجنوب على الشمال لا وحدة الكوريا التاريخية فبالتالي أن التفاوض اليوم يتم مع حليفين وهم واشنطن وبيكين الخاسر الأكبر في هذه العملية هو توكيو ولماذا التحالفات الجديدة ستكون على حساب توكيو لأن الخصومة التاريخية كما قلت في أحد الحلقات في نفس التلاتو الخصومة التاريخية كانت بين كوريا وبين اليابان وأن كوريا كانت دائما هي ضحية القوة اليابانية اليوم كوريا لا يمكن أن تكون ضحية القوة اليابانية لأن اليوم قوية اقتصادياً وقوية أسكرياً كندوية لكوريا الموحدة وتخلق تحالفات جديدة مع القوة الصائدة التي هي الصين مع حليف الذي هو مهم جداً في المنطقة التي هي الولايات المتحدة الأمريكية وضمن منظومة إعادة ترتيب المصالح في الباسيفيك في المحيط الأطلسي وفي آسيا وأمريكا كقوة منذ 15 سنة أو أكثر أو ربما 20 سنة نقلت قوتها الاستراتيجية نحو الباسيفيك نحو المحيط الهادي وبدأت تتخلص أو تتراجع عن المنظومة الأطلسي فبالتالي أنا أعتقد هنا هنا الفطة السياسية ديال الأجيال الجديدة ديال كوريا لأنه يجب أن ننتبه لأن كوريا أنتجت جيل جديد ليس هو جيل الحرب ليس هو جيل الخمسينات وجيل التصادم ليس هو جيل الحرب الباردة الآن أنتجت جيلاً جديداً ونفي صراحة أو جيل دكاتيكنولوجيا سنقول شابو للنخبة في كوريا الشمالية لأنها فهمت المصار وتجاوبت معه بدكاء وتنقول شابو للنخبة في كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية مشرك معي الأستاذ محتات في نفس المنحة أولاً التطورات التي يعيشها الموضوع في الأيام الحالية تجعلنا أن ننتظر الجديد في العلاقات خصوصاً في الحقيقة أنا أنتمي لمنهجية تقافية وفكرية ربما تؤمن بربط الأحداث بسياقاتها أو بفاعلها أيضاً فاليوم جميع المراقبين يوجهون يوجهون الزوم نحو رئيس كوريا الشمالية بمزاجيته المعروفة وبصوره المتباهية بالزر النووي ولكن هو الذي يتقدم لهذه اللحظة السلام على الممشى الحدودي إذا تأكد هذا الشيء في ممارسات وفي الاجتماع القمة القادم والمرتقب سنكون فعلاً أمام كتابة لحظة جديدة في التاريخ البشرية أعتقد أيضاً إذا أحلنا على السياق كوريا الشمالية قد يكون الأمر فعلاً أمام قوى عسكرية وقوى نووية ولكن أيضاً أمام تنامي مشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية خطيرة وكبيرة ما يعني بروز أجيال جديدة وشباب له مطالب أخرى ربما القيادة السياسية أخيراً التقطت هذه الإشارات ورمت في اتجاه آخر في اتجاه صنع حدث كوني حقيقي قد تكون له ابتداداته في المستقبل ثانياً الحسابات الجيوستراتيجية المرتبطة بالمنطقة أيضاً لها دور لأن توحيد الكوريتين حدث سيكون مرتبطين إذن من صالح القوة أخرى المجاورة السين نموذجاً ليابان وأيضاً روسيا ما يعني أن الأعيون كلها ستتجه لهذه العواصم وبأن حدث ليس سهل ربما نحن من جغرافية بعيدة ننظر الأمر نظر صحفية عادية وطبيعية ولكن من ناحية استراتيجية ومن ناحية الدولية هو حدث مهم نتمنى أنه يستكمل الإنجاز دياله ويكون بمثابة أيضاً درس لباقي الجغرافيات في العالم خصوصاً في منطقتنا نحن نعم تكتسي رمزية كبيرة عند خط الحدود العسكرية الفاصلة بين الكوريتين قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنه يشعر بفيض من التأثر بعد أن عبر الفاصل الإسمانتي الذي لا يتجاوز بضع سنتيمترات والذي يشكل ترسيم الحدود ليصبح أول زعيم كوري شمالي يطأ أرض الجنوب منذ الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن خطى بشكل وجيز إلى الشمال قبل أن يتوجه سيراً على الأقدام إلى بيت السلام وهو بناء من الزجاج والإسمنت في القسم الجنوبي من بلدة بان مون جون حيث تم توقيع الهدنة وتعهد الزعيمان على العمل على تخليص شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بعد عقد قمة تاريخية كما اتفق الطرفان بحسب بيان مشترك عقب القمة على الدفع باتجاه تحويل الهدنة التي أنهت الحرب الكورية عام ثلاثة وخمسين تسعمائة وألف إلى معاهدة سلام هذا العام ولم تتضح تفاصيل كيفية تحقيق نزع السلاح النووي لقاء الرئيسي للكوريين وهو الثالث من نوعه بعد قمتين لزعيمي البلدين في عام ألفين وعام ألفين وسبعة جاء خلاصة لأشهر من العمل لتحسين العلاقات بين الكوريتين مهدت الطريق للقاء المحتمل ما بين الرئيس الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي ويرى فريق من المراقبين أن هذه القمة بمثابة إنجاز ملحوظ بعد سنوات من التوتر المتصاعد على شبه الجزيرة الكورية وتتويجا لتقارب الدبلوماسي الذي بدأ مطلع العام لتحسين العلاقات بين الكوريتين وخطوة أولية نحو فتح باب للحوار الدبلوماسي بين بيونج يونج وواشنطن أستاذ الحسن العسيبي لاحظنا طيلة السنوات الماضية كيف أن الرأي العام في كوريا الشمالية تربع على العداء للولايات المتحدة الأمريكية كان رجل الشارع في كوريا الشمالية يعتبر بأن أمريكا والغرب عموما هو الشيطان الأكبر ويرفض أي حوار معه وكنا نلاحظ كيف أن تلك المقدمة الشهيرة في التلفزيون تأتي لتعلن عن انتصارات وعن تجارب صاروخية برلسية وصلت إلى ست تجارب ثم فجأة نرى الآن الدعاوة إلى السلام إلى وحدة الكوريتين هل سيقتنع أو ستقتنع كل هذه الأجيال بسهولة في نظرك بالوحدة وبضرورة الاندماج وأن ينتقل الغرب من شيطان إلى ملاك بين عشية وضحة أنا أعتقد أن الرأي العام للكوريا الشمالية ما ينتظره فعليا هو ما يقع الآن فبالتالي لأن طبيعة النظامات للأنظمة الشمولية التي هي متجاوزة لا أحد يصدق خطاباتها حتى الرأي العام المحلي ديالها لا يصدق تلك الخطابات فكان طموح عند الرأي العام للكوريا الشمالية غير المعلن لأن لم تكن هناك إمكانية للتعبير عن ذلك الرأي هو ما يقع اليوم طموح للرأي العام للكوريا الشمالية هو ما يقع اليوم هنا في أن تقول أن الشاب سراحة وكان أعود أن نكررها للجيل الجديد من القيادة للكوريا الشمالية لأنهم أبانوا عن فطنة سياسية مهمة جدا لتدبير التحول تدبير التحول بأي معنى؟ تدبير التحول ضمن الفضاء اللي سميته الفضاء الجيوستراتيجي يعني اللي تيخلي على أنه واحدة كوريتين سيقدم الجواب على الأزمة الاجتماعية لكي هناك في كوريا الشمالية لأن الذي سيغطي هو القدرة الاقتصادية للكوريا الجنوبية عفواً والذي سيغطي هو أنه كوريا كلها ستولي ضمن المنظومة للسوق العالمي الجديد لكن التي تصنعها الصين سأقول لكوريا سؤال بسيط جزء من سؤال بسيط لن يقع هناك ولو في البداية صراع لعقليتين لأن كوريا الجنوبية الليبرالية يعني ترتكز على اقتصاد منفتح ما بين النظام شمولي عاش في مرحلة يعني نظاماً ديكتاتورياً إلى آخرين غلاق الخطاب الوحيد إلى آخرين رغم أنهما شعب واحد يعني في النهاية لن يقع في كوريا الجنوبي الشمالي عفواً إلا ما وقع في أوروبا الشرقية وفي روسيا سيقع الدخول إلى نظام السوق سيجعل أن التعايش مختلف الشرائح الاجتماعية في مختلف المستويات سيكون لديه آلية السلاسة لكن في رأيي وهنا سيرجع شوية لدواتنا لحن المغاربة والمغاربيين بالخصوص والعرب دائرة أكبر أنا أعتقد على أنه إذا نريد أن نسع الدائرة شوية العالم في قرنيه ثلاثة الأواخر مر بمراحل العطافات كبرى القرن 19 كان قرن الاستعمار وقرن الهيمنة الغربية الأوروبية الأمريكية القرن العشرين كان قرن صعود جزء من المنظومة الغربية اللي هو فلاحي اللي هو روسيا اللي تحولت إلى من قيصرية إلى إلى النظام الشيوعي السوفيتي فبالتالي أصبح العالم هناك تنافس اقتصادي ودين النفوذ بين قوتين وأدى إلى ما أدى إليه من الحرب الباردة اليوم القرن الواحدة والعشرين هو قرن دين تنظيم المصالح بين قوى جديدة صاعدة غير غربية الصين الهند البرازيل تركيا جنوب فريقيا أوروبا من المغرب أو المغرب العربي في المستقبل فبالتالي هناك إعادة هناك إعادة تنظيم للمنظومة الاقتصادية والجيوستراتيجية في العالم التي تخلي تخلينا نفهم كيف أنه المناطق دي التوتر الكبرى ضمن الحرب الباردة في العالم في القرن العشرين أصبحت الآن تنطفي ونعطي جوجل أمتلاف كوبا وكوريا فبالتالي إذا نتبهنا إلى هذا الأمر تنفهم على أن البشر والعالم ينتقل من مرحلة إلى مرحلة من منظومة زمن إلى منظومة زمن جديد فبالتالي الآن الكوريتان دخلوا فعلا القرن الواحدة وعشرين هنا العرب أين نحن فيما يرتبط بمشاكلنا لكي نتصالح مع هذا المنظوم العالمي الجديد بذكرك بذكرك لمثال كوبا وكوريا سهلت علي السؤال الذي كنت أريد أن أطرحه على الأستاذ محتاط الرقاص كوبا كانت نموذجا لنجاح السياسة الخارجية لباراك أوباما بل اعتبرها منارة لنجاحه في سياسته الخارجية اليوم نرى ترامب رغم كل انتقادات التي كيلت له على مدار أكثر من سنة من وجوده بالبيت الأبيض نرى اليوم بأنه الجميع يشيد بترامب على خلاف العادة ويعتبر بأنه يشتغل بشكل جيد على المستوى ملف الكوريتين ترامب يبدو حادرا رغم كل شيء وعبر عن ذلك في العديد من التصريحات إلى ماذا يعزى هذا الحضر إذا الملف الكوري في نظرك أنا أعتقد أنه العكس ربما رئيس كوريا الشمالية هو الذي نجح أخيرا في فهم أن ترامب ليس هو أوباما وبالتالي أسس لخطوة قوية ولم تكن منتظرة من طرف أي كان ثانيا ربما هذه الإشارات سواء أمريكا أو انشغال روسيا بدورها الدولي والهيمن والداخل لبوتين وقضايا الشرق الأوسط وسوريا وأيضا الوضعية الصين جعلت رئيس كوريا الشمالية يقدم على هذه الخطوة إن تكرست في الممارسات أو الأفعال القادمة سنكون أمام حدى التاريخ بغيت نشير غير الواحد الفكرة مزيان شارلها السلحسن على الرأي العالم وأوروبا الشرقية الاتحاد السوفيتي انتقل بعد 70 سنة من انغلاق الشعب على نمط العيش الغربي إلى أكبر مستهلك اليوم ثقافة الاستهلاك تعرف شراهة غير متوقعة اليوم لأن الناس تشوف ثم يجب أن نؤمن أن البشر يرمشي جامدة والشباب وأجيال وتطلعات وقيام كنتبدل ثم الناس تشوف أن العالم أصبح مفتوحا فما بالك عندما يكون رأي العام في كوريا الشمالية ينظر إلى أشقائي في كوريا الجنوبية إلى كوريا الجنوبية ثم هناك وحدة وحدة بين الكوريتين عن الشعب يعني ماشي برانيين بنتهم ماشي براني يعني الاستيعاب سهل وأعتقد إلا كنا فعلا تكرسات هذه اللحظة ومشاهل نحو النجاح سنكون فعلا كما قال سالحسن أمام قوة جديدة أمام حساب إعادة المعادلة في المنطقة بالتالي في نظري قلتها في الأول إلا كان شي حاجة بالنسبة لنا فضل جغرافية التي نحن توجد فيها يجب أن نستفيد من الدرس الكوري مع ذلك طيب يبقى سؤال آخر مرتبط باليابان اليابان غيرت دستورها صارت الآن دولة عسكرية هجومية بفضل الدستور الجديد ترى بأنها المستهدف من كل هذه التغييرات التي تطرأ الآن في المنطقة ويبدو رغم ذلك بأن كيم جونج أون منفتح وهو مسعد للحوار مع اليابان في أي وقت في نظرك موقع اليابان في كل هذه الحسابات إذن تبعتي معي الأخ نبيل ربما حتى المشاهدين الكرام الجهة الوحيدة التي لا زالت تشكك في اللقاء الكوري هي اليابان دائما هناك خطاب نتمنى بمعنى ديال تقول الجملة العربية أفلح إن صدق كما لو أن اليابان تقول هذه الجملة هذه الأيام كثيرا لماذا؟ لأنه حين قلت لك من قليل أن هناك تحول من منظومة القرى العشرين إلى منظومة القرى الواحدة عشرين رأى من أكبر الخاسرين فيها الآن الخاسرين بين قوسين يعني ماشي خاسرين أنهم فقدوا قوتهم ولكن تغيرت المعادلة ديال الدور الياباني في منطقة الباسيفيك في منطقة المحيط لهذه لأن هذه المعادلة ظلت دائما مبنية على الحماية الأمريكية العلاقة بين اليابان وأمريكا لم تكن علاقة ديال التعاون فقط لكنت علاقة حمائية وهذه العلاقة الحمائية أمريكا يعني فرضتها من بعد الحرب العالمية الثانية بشفقة دائما هي سيدة القرار في الفضاء الجيوستراتيجي ديال 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 اليوم إعادة صياغة المعادلات الجديدة مع كوريا الموحدة القادمة مع الصين كقوة قادمة مشيق كقوة موجودة اقتصاديا وحتأسكريا وعلميا بشكل قادم روسيا بوتين القيصرية الجديدة لصائدة التي تتأسس على إعادة هيكل اقتصادية للمنظومة الاقتصادية الروسية التي لا تشبه إطلاقا للمنظومة الاقتصادية الموروطة على الاتحاد السوفيتي فبالتالي اليابان اليوم ستتحول من كانت قوة إقليمية متفردة ستصبح اليوم قوة إقليمية ضمن قوة إقليمية وبالتالي يجب أن تحسن التعايش وغير مالكة السلاح النووي ولهذا يجب أن تحسن التعايش مع هذه التحولات الجديدة وفي رأيي وفي رأيي أن المستقبال بالنسبة ليابان هو أن تصبح جزءا من المنظومة الآسيوية دي المحيط لهذه لبكل التحالفات الاقتصادية الموجودة في المنطقة أسيان مجموعة أسيان والتحالف أو الإطار رمان أن ترامب أوقف العملية دي المنظومة الاقتصادية التعاونية بين أسيو والمتحدة الأمريكية دي المحيط الهادي وربما فيما أتصور أن المستقبل ستصبح لعلاقات جديدة بين اليابان وبكين لأن مستقبل اليابان هو في تحسين علاقاتها مع بكين ولا رهانة لها ولا طريقة لها إلا أن تحسن العلاقة مع الصين لأنه الشريك الأأمن بنسبة لها لضمان دورها التنموي والاقتصادي وكذلك دورها العسكري ضمن المنظومة الجديدة ربما ما تفضلت به من تعديل للدستور في اليابان على المستوى العسكري وأن تصبح توكيو ممتلكة لقرارها المستقل في المجال العسكري الغاية منه هي خلق تعالف عسكري ربما مع الصين لكي يكونوا هم سادة الباسيفيك سادة المحيط الهدي فيما أتصوى إذا كان هناك وقت بغيت نرجع أنا إلى ما يهمنا نحن لازم نطرح قديمة الصحرة ربما قد تبدو كما لو أنها بعيدة قديمة الصحرة بنسبة لنهن هي إرت من الحرب الباردة العالم الآن يتخلص من كل موروتات دي الصراع السياسي أو الأزمات التي كانت في القرن العشرين بسبب الحرب الباردة اليوم في منطقتنا للأسف أتمنى من إخوتنا الجزائريين ومن الفضاء المغاربي أن يمتلك فطنة الكوريين وأساسا فطنة زعيم كوريا الشمالية لأن هذا الرجل يحسن التواصل كيفاش خلق نفسه أو روج لصورته في العلاقة مع الغرب اللي فيها التصعيد وفيها المفاوضة فيها التصعيد وفيها المفاوضة لتحقيق المكاسب وتحقيق المكاسب أربحال الزواج حين تلتقي مصلحتان رأي كل واحد يقطع نصف الطريق لم يكن تلقى الوسط فبالتالي ما أتمنا على فطنتنا أو على قادتنا في المغرب العربي وبالخصوص إخواننا في الجزائر أنه آن الأوان أن نتعلم الضرس من الآخرين وإلا الأسف سنكون خارج تاريخ وسنكون ضحايا لأجندات تقدم مصالح الآخرين وهذا ما لا نتمنى لا لبلدنا المغرب ولا لإخوتنا في الجزائر ولا لمنطقتنا كل هذه المغرب العربي وغرب فريقيا نتمنى أن تهب الرياح الكوريتين على المنطقة المغاربة هذا الأنفلونزا الكورية أتمنى أن تصل إلى الفضاء المغاربي إلى الفضاء المغاربي أشكرك لأستاذ الحسن العسيبي إعلامي بصحيفة الاتحاد الشراكي المشاركة في هذه الحلقة وأشكرك أيضا لأستاذ محتر ترقاس مدير نشر صحيفتي البيان وبيان اليوم على استجابة لأدعوة والمشاركة في هذه الحلقة وشكر موصول لكم مشاهدين على حسن متابعة هذه الإضاءات وأضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل بحول الله اشتركوا في القناة